السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم ان شاء الله بنا نأخذ يا خامس وحدة جديدة وهي وحدة الهندسة وحنبدأ ان شاء الله قبل ما نبدأ بالهندسة والرسم الهندسي بنا نبدأ نفهم ايش معنا او نعرف ونتعرف ايش معنا مضلع احنا احنا بنشوف خلية نحل شكلها مضلع بنشوف شغلات كثيرة بنقول هاي مضلع طيب ليش بنحكي عنها مضلع وفي اشياء بنقول هاي ليست مضلع طيب لو اجيت انا بنسبة الي هون وشفت نفتح الكتاب على صفحة رقم 104 نفتح الكتاب على صفحة رقم 104 وجيت شفت الشكل الاول اللي هون وجيت شفت الشكل الاول وحكيت لكم هل هل الشكل الاول هون مضلع هتحكولي لا بحكي لكم ليش تقولي ليها مش مغلق نعم ليس مغلق ليس مغلق تقولي لي ايوه اول شرط لاني اقول اي شكل مضلع واحد لازم يكون مغلق واحد لازم يكون مغلق طيب نيجي عالشكل التاني تقولي لي مس صح هاده مضلع طيب ليش ما بحرف مضلع طيب خلينا نمشي الثالث مضلع نعم ايش سمعاكو مضلع طيب الرابع ليش مضلع ام غير مضلع ليس ليس مضلع نعم ليس مضلع ليش ليش حكاته ليس مضلع لانه ما في اضلع ما في الو اضلع المضلع كلمة مضلع لازم يكون المضلع الو اضلع قطع مستقيمة نعم نعم قطع مستقيمة القطع مستقيمة هون هون ما في ولا قطع مستقيمة وكل منحنيات دائرة ليس لها أي قطعة مستقيمة كل من حينها فأنا الشرط هذا هون لقيت الشرط الثاني الشرط الثاني أنه أنه جميع أضلاع المضلة قطع مستقيمة جميع لازم يكون جميع أضلاع المضلة نعم قطع نعم مستقيمة أي ممتازين يعني معناته يجب أن يتوفر الشرطان حتى شفت الشكل الأول أنت الكل شايفي الشكل الأول الشكل الأول صح هيا بتقول لي قطعة مستقيمة هيا هذا قطعة مستقيمة هيا قلت لك الشرط فيه شرط يتوفر وشرط آخر لا يتوفر لهو المغلق لازم الشرطان يتوفران فيه مضلة لكي نسميه مضلة نفس الحكي فيه رقم أربعة الشكل رقم أربعة عنا كمان عنا مغلق هاي شرط توفى لكن الشرط التاني ما توفى لو جميع أضلاع المضلة ليست قطعة مستقيمة بل منحنيات طبعا الخامس هون شايفينه لا لا مضلة لا آس لا إلو أضلاع مستقيمة قطعة مستقيمة ولا مغلق يعني الشرطين ما يتوفروا شي هذا اللي بنا نوصل له ما معنى كلمة مضلة أنه يتوفر فيه شرطان الشرط الأول مغلق الشرط التاني جميع أضلاعوا قطاع مستقيمة يعني توفر شرط واحد والشرط التاني ما توفر ما بقول عنه مضلة لا نعم ما بنحكيه عنه مضلة طيب خلينا نشوف اللي الموجود عندي فيه كتاب كتاب المدرسي نفتحه كل شايف سؤال رقم واحد صفحة افتح سؤال رقم واحد صفحة مئة وخمسة سؤال رقم واحد صفحة مئة وخمسة وأنا بدأ أسألكم أول شكل هون هل هو مضلة أم لا نعم أيوة ممتاز نعم مضلع نعم نعم مضلع ليش مين يقولي السبب يلا السبب السبب أيوة أول إشي مغلق تاني شي جميع أضلاعوا قطع مستقيمة طيب منيش على الشكلة الآخر الشكل اللي هو مين الشكل اللي هو مين آآ التاني إيش راي هل هو مضلة مغلق آآ صح مغلق طيب ليش ليش بتقول لأ مش مضلة ليش حكينا مش مضلة ليه لأنه نعم نعم ممتاز لأنه المضلعات اللي لازم جميع أضلعها قطع مستقيمة معنات معناتو توفرت شرط والشرط الآخر لا يتوفر ما بحكي عنه مضلة لا نعم نيجي على الشكل الثالث اللي موجود عندي هايا هايا خامس لأسمع الإجابة ايوه نعم مضلع ليش جميع اضلاعوا قطع مستقيمة ومغلق الشرطين توفروا ينجي على اللي بعده ايوه نعم مضلع مغلق وجميع اضلاعوا قطع مستقيمة طيب البنفس الجيل اللي عنا هون شكل الاخر اللي هون اللي عنا لا ليش ما هو مغلق ليش قلتوا لا ايوه لانه فيه له اضلاع منحنية فيه له مستقيمة فيه له صح قطع مستقيمة ولكن فيه له ضلعان منحنيان فبقول عنه ليس مضلع وهون ايوه ممتاز صح مغلق وجميع اضلاعوا مستقيم نعم قطع مستقيمة هون الاخضر اه صح مغلق بس بس لو ما انتبهنا اله طلع طلع الشبء اللي هون شايف اللي هون ايوه منحني واحد اضلاعوا منحنية على طول بقول له مش مضلع هون كله مستقيم يا ميس اه نعم كله مستقيم لاش تحكوا لا ايوه ليس مغلق ليس مغلق ونفس الحكي نعم مغلق طيب اه مغلق اه لا فيه منحنيات عنده فيه قطع مستقيمة ولكن فيه اضلاع له منحنيات نعم الآن اه منحكي احنا يا خامس انه 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 انا بدي اسمي اي مضلع ايام تسمع بقول هذا مضلع ثلاثي ايه هذا مضلع رباعي هاي مضلع خماسي على اي اساس انا سميت المضلعات بالاسماء هاي اول شي اول شي يا خامس ودي اعد الاضلع لما اعد الاضلع اذا لقيتها خمسة بقول لي خماسي اذا لقيتها ستة بقول لشو داسي. وهكذا. زي هون خليك معي هون. الكل معي على هون واحد اثنان ثلاثة. بسميه مضلع ثلاثي. شو بسميه مضلع ثلاثي او احنا متعودين عليه نحكي عنه مثلت صح ولا لا? نحكينا مثلت صح ونقلنا مضلع ثلاثي صح. طيب نيجي على اللي هون نعد واحد اثنان ثلاثة اربع. معناته اقول له هادا مضلع ايش يسموه المضلع? رباعي. نعم. نعم. هون هنعد واحد نان ثلاثة اربع خمسة. هنقول له هون انه هادا اللي عندي انا مضلع قماسي. ليش? لانه اضلعه خمسة. على عدد الاضلع بسمي تسمى المضلعات حسب عدد اضلعه. نعيد نحكي مع بعض. نحكي مع بعض اني نسمي نسمي المضلعات حسب عدد اضلعها. حسب حسب عدد اضلعها. يعني جز مقاعد الاضلع طبعا. اللي اضلع للمضلع اقول له مضلع واسميه باسم عدد اضلعه. اذا خمسة خماسي اذا ستة سداسي وهكذا. الان الان بدنا نكتب مع بعض يا خامس. السؤال رقم اثنين. احنا فتحين مع بعض صح? فتحين الكتب اكيد يعني. احنا فتحين الكتب مع بعض. بننا نحل او نفتح على صفحة مئة وستة السؤال رقم اثنين. نعيد. مئة وستة السؤال رقم اثنين. اثنين. نعم. حنعد الان بقول لي اكتب اسم كل مضلع من المضلعات الاتية. اسفل منها مبرعا اجابتك. اكيد هاي كلها مضلعات. يعني معروف انها مضلعات. يعني ما تقول انها مضلع غير مضلع. كلها معروف انها مضلعات مغلق. اطلعها عبارة عن قطع مستقيم. الان خلينا نشوف هذا المضلع. هنعد واحد. اثنين. ثلاث. اربع. خمسة. ستة. بقول له هذا اسمه مضلع سداسي. شو بحكي عنه? سداسي. شو اسم المضلع هون? سداسي. ليش? ليش حكيت سداسي? لانه قلوه ستة اضلع. واضح? نيجي هون. بننعد هون واحد. اثنين. ثلاث. اربع. خمسة. ستة. سبعة. حنقول انه هون عنا مضلع اسمه مضلع باعي. نعم. نيجي. نبدأ. نحل. نبدأ. نعد واحد. اثنين. تلاتة. اربع. هذا مضلع. ايش اسمه يا? مس. ها? ايوة. رائع. وباعي. هنعد هون كمان. واحد. اثنين. تلات. اربع. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. هو المضلع ثماني. مضلع ثماني. طبعا هون هنعد واحد. اثنين. تلات. اربع. مضلع ربعي. انا هاد هيك كاب وقول لي مبررة ايجابتك. قلت له انا بعد اضلع او عدد اضلعه. هي بكتب له عدد اضلعه ستة. او عدد اضلعه خمسة. او عدد بسمي. بسمي. الان كمان نفس الحكي هون. واحد اتنين. تلات. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. آآ عشرة. احدى عشر. اللي هي واحد اتنين. تلات. اربعة. خمسة. ستة. آآ سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. احداش. اتنى عشر. اتنى عشر. بربع اتنى عشر. او بقول له اثنى عشر. نعم. وهون واحد اتنين. تلات. اربعة. خمسة. ستة هون بقول له سداسي سداسي هون بقول له واحد نان ثلاثة بقول له ثلاثي او بحكي له انه مسلط بين قسين بقول له مسلط لاني انا متعودي اني احكي عنه مسلط اه هذا الدرسي اليوم كان سهل كتير وبداية بسيطة جدا الان عندك واجب ان شاء الله نبدأ نبدأ نشوف الواجب بطريقة احنا بنختارها ان شاء الله عشان نشوف حل الواجبات اللي هو سؤال صفحة رقم مئة وسبعة السؤال الاول والثالث والثالث طبعا انا الرسم هستبعد شوية سؤال الاول والثالث والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته